يوم الأول ووجه السيد الرئيسي الوزراء بسرعة حصر الخسائر التي تكبدتها بعض الأسر علشان تقدير حجم التعويضات اللازمة وسرعة صرفها للأسر وتقديم الدعم خاصة للأسر اللي ممكن تبقى في مناطق خطرة أو التي تم نزوحها من بعض القرى وهي الأسر اللي تم نسحها من القرى ما كانتش كثيرة كانت في مناطق في الصف في الجيزة عزبة زرايف 15 مايو في بعض المناطق في الإسماعيلية غير كده كان فيه أسر السعيد كان هزه أفضل كثير من الوجه البحري في خلال هذه الأزمة كان هدف اللقاء مع رئيس الوزراء كان أن الرئيس وجه أن يتصرف 100 مليون بشكل مبدئي لهذه الأسر مش للأسر مباشرة بس للتعويضات الخاصة بهذه الأسر سواء كانت حالات وفيات أو حالات ممكن تبقى خسائر منازل هدم المنازل الأسقف